على مقدار أحلامنا ستكون إنجازاتنا وتكون أعمالنا وتكون أفعالنا خلينا نتحول إلى ناس حالمين حالمين مش منفصلين عن الواقع أنا بحلم أكون أفضل دولة أنا كنت في يوم الأيام عندي كتاب أعددته فيه عام 2012 أفتكر أو حاجة بنزغ أو حداشر وقلت عنوان الكتاب كنا اسمه قادرون كنت بأحلم عمل أحلم يعني لبلدي حطيت تسع أحلام أنا عامل خريطة طريق أنا من خيالي تسع أحلام موجودين في كتاب اسمه قادرون كتاب متواضع لكن حطيت فيه صبيت في هذا الكتاب أحلام مواطن مصري بسيط بيحلم لبلده خلال عشرين سنة هنكون فيه الكلام ده كان 2010 أو 11 11 تعريب وإحنا بنقول إن إحنا عايزين نبقى دولة أنا أحلامي دولة بلا أمي وتخيلت سيناريو إن إحنا هنحتفل في يوم كذا في سنة كذا بوداع آخر مواطن أمي بالقضاء على الأمية في مصر ده حلم مصري قومي شخصي إنساني اجتماعي تعليمي استراتيجي الأمية والقضاء عليها حلم أن تصبح مصر إحدى الدول العشر الكبرى اقتصاديا هذا حلم هذا حلم وليس بعيد المنال لكنه صعب محتاج عقول تفكر وأياد تعمل الأمية محتاجين نتحرك وبسرعة الاقتصاد نحتاجين نكمل ونوسع ونشتغل عشان يبقى من أكبر وأهم عشر اقتصادات في العالم أحلامي إن إحنا مصر تبقى دولة مشاركة في الحضارة الإنسانية باختراعات ومنجزات علمية في المراكز البحوث المصرية مصر محتاجة وكت باحلم إن مصر يكون عندها براءات اختراع لدوة واثنين وثلاثة ونظرية واثنين وثلاثة محتاج وباحلم إن الكلمة المصرية والفن المصري والصحافة المصرية والإعادة المصري يصبح كما كان في وقت ما محرك للأحداث الإقليمية نحلم إنه نودع الجوع والفقر والمرض نحلم أيضا إنه المواطن المصري يشعر بالرفاهة الاقتصادية والاجتماعية ويشد السلم المجتمعي أحلام كثيرة أحلم أيضا لبلدي أن تكون عضو دائم في مجلس الأمن هذه أحلام تذكرتها الآن وأنا أتكلم وأتحدث وأرى الزاوية التي تحدث عنها الرئيس ويطالب الشعب المصري إنه يحلم يطالب الشعب المصري إنه يحلم معاه إحلامه معايا الرئيس عنده أحلام بلا سقف عنده أحلام بلا حدود عنده طموح واضح عنده إخلاص أيضا لتحقيق هذا الحلم بالعمل والإنجاز وعدم النظر إلى الوراء إلا بالقدر الذي يعنى على تثبيت ما قمنا بإنجازه ومتبعته تعالوا معايا نشوف الرئيس وهو بيطالب المصريين إنه هم يحلموا إحلاموا يا مصريين نشوف الرئيس هحولكوا كلمة صعبة مش هايزين تحلموا ليه مش هايزين تحلموا البلكوا ليه مش هايزين تحلموا النفسكوا ليه ليه راضيين بقالبتوا بتحطوه وخلاص وراح يقولك ظروفنا كده طب ما أنا هنقدر نغير ظروفنا نقدر بدليل إن إحنا بنقول لو النهاردة دخلت على قرية فيها مئة بيت معاملين دور واحد أقدر أخليهم كده والحزار بتاعتهم قدامها بالطريقة كده أقدر أعمل ده فهتساعدونا عشان إحنا نعمل اللي انتوا شايفينه ده بالمناسبة في الدلتة الجديدة وفي السينة كده ليه لأننا اللي بعمله فخلاص بقى بخطى التخطيط على بعضه متكامل فبقى بنشي حياة متكاملة في كل شيء المساكن والمدارس والمساجد والكناية وكل الخدمات المطلوبة للمكان لكن إحنا بنعالج أوضاع كانت سابقة